لرحمة الله الرئيس الحكومة السابق رضا مالك عن عمر يبلغ عن العمر 86 سنة وفته ألمانية بعد صراع طويل مع المرض الراحل تقلد منصب رئيس الحكومة من 21 أعوة 1993 إلى غاية عام 1994 الراحل تحزع لعدة شهادات شهادة في لسانس الأداب وفلسفة بجامعة الجزائر وبريس وتقلد عدة مهام سياسية وبرلمانية وكذا وزرية حيث عين عام 1955 عضوا في لجنة إدارة الاتحاد العام للطلب المسلمين الجزائريين وفي جويديا من عام 1957 إلى غاية عام 1962 عين مدير أسبوعية المجاهد لسان حال جبهة التحرير الوطنية ومن ماي 1961 إلى غاية مارس 1962 عين كناطق رسمي للوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان وعام 1962 صنفوا أيضا كأحد محرري متاق ترابلوس وعينا من عام 1962 إلى غاية عام 1964 سفيرا للجزائر بيوغوسلافيا وعام 1965 سفيرا للجزائر بفرنسا وعام 1970 سفيرا للجزائر بالاتحاد السوفيتي وعام 1977 عين وزيرا للإعلام والثقافة وبعد سنتين أي عام 1979 عين سفيرا للجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية وعام 1982 سفيرا للجزائر ببريطانيا وفي 26 من أفريل عام 92 تسعمائة وألف عين رئيسا للمجلس الاستشارية الوطنية وفي الثالث جويل عام 1992 خامس عين كخامس عضو في المجلس الأعلى للدولة أما عام 1993 وبالضبط في الثالث من فيفري فعين وزيرا لشؤون الخارجية وبعدها في 21 أوت من نفس السنة عين رئيسا للحكومة وتم تعيينهم مجددا في جنف 1994 إلى غاية أفريل 1994 ويليها بعد عام 1995 كان أو ترأس حزب التحالف الوطني الجمهورية وفي نوفمبر عام 1980 عين إلى غاية جن في 1981 كان أحد أبرز المفاوضين لتحرير الـ 52 رهين في السفارة الأمريكية بطهران الراحل صدر له عدة مؤلفات منها تقبض وطورة الرهان الحقيقي رهان العصر في الجزائر وفي الإسلام الجزائر في إيفيان تاريخ المفاوضات السرية 56-900-1962 ترجمة نانسي قنقر